وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعا قد استقبل في قصر الصخير أمس رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عضو البرلمان تيريزا مي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين وذلك أيضا لحضور أعمال القمة الخليجية السابعة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين كضيفة شرف ورحب جلالة الملك المفدى برئيسة الوزراء البريطانية وبزيارتها للمملكة مؤكدا جلالته أن هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء البريطانية هي أول زيارة لها في المنطقة معربا عن شكره وتقديره لها على تلبيتها الدعوة لحضور هذه القمة والتي تعكز عمق ومتانة العلاقات التاريخية العريقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة بصفة خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام كما أكد جلالته تطلع مملكة البحرين إلى إقامة تعاون أكبر مع المملكة المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن وخلال اللقاء استعرض العاهل المفدى مع السيدة تيريزا ماي العلاقات الثنائية الوثيغة والمتنامية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر